السلام عليكم وحياكم الله ومشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج توقيع سياسي يمكن أغلب المتشائمين متوقعوا يوصل الخلاف بين الكتل السنية إلى مرحلة كسر العظم بعد الانتخابات الأخيرة وخصوصا أنه النتائج أفسدت فرحة بعض القيادات السنية التي تعول بالوصول إلى الزعامة بظل هذا الصراع أكو صراع آخر أنه وجد حاليا على الساحة العراقية اللي هي يتمثل بسياسات الفدرالية الأمريكية اللي هو أطاحة بالدينار العراقي بظل ظروف الكل تنتظر الموازنة الأكبر بتاريخ البلاد كل هذه المحاورة وأكثر رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الأسبق حياك الله دكتور أهلا وسهلا كيف الحال؟ شكرا جزيلا دكتور رح نبدي بالبيت السني وخلافاته واللي دا نشوفه حاليا تصاعد بالخلافات بين الزعامات السنية شنه السبب ومنه المسؤول أولا شكرا جزيلا يعني أنا بنفسي أحيانا أن أتحدث عن الحالات السلبية طبعا إذا ننظر لكل تشكيل سياسي تنشأ خلافات لأسباب متعددة ولكن أيضا في ذات الوقت هناك حالة إيجابية موجودة في هذه التشكيلات التي هي عملية التصحيح المستمرة المشكلة أزلية تكاد تكون في ما يتعلق بالواقع السني اللي هو من يتقدم الركب وكيف يتصرف مع المجموع لحد اللحظة كأنهم مدى تتولد قناعة أن الواقع السني لا يمكن أن يقاد من قبل شخص واحد وإنما يقاد من قبل منظومة ومشكلة إذا جاز لي أن أحمل بها شركائنا الآخرين أنهم كانوا سبب في تشضي الواقع السني قبل أن أتحدث عن مشاكل تسبب بها زعامات وقيادات المكون السني أقول يعني الشراكات بصورة عامة طبعا طبعا يعني أنا أنظر إلى الصورة الأخيرة التي جرت في اجتماع إدارة الدولة كنموذج يعني أذكر على سبيل المثال إدارة الدولة انظر إلى الصف الشيعي إذا جاز وصفه من سيد همام حمودي والسيد عمار الحكيم والسيد حتى هاد العامري وقيادات ليست وليدة دورة انتخابية حالية وإنما عاصرت الواقع السياسي منذ أن بدأت كتابة الدستور السيد همام رئيس لجنة كتابة الدستور وسيد المالكي تاريخ سياسي لكن انظري إلى الزعامات السنية النظراء لهم هذه الدورة شخصيات تختلف عن الشخصيات التي كانت في الدورة الانتخابية السابقة والتي تختلف عن ما سبقها وهكذا كيف السؤال كيف يحتفظ المكون الشيعي بقياداته وكيف يعيد المكون السني شخصيات متجددة متغيرة بطبيعة الحال هذا الفريق لديه تراكم للمشاكل ومعرفة بطرق حلها وحوارها يعني قصدك دكتور هنا ينقص الخبرات السياسية للجانب السني؟ ليس خبرات أقصد دائما حتى يصير إليك حضور نعم أنت أوجد حالك وساهم وزيل العقبات في استمرارية شريكك أما أنت تخلي عقبات لا يستمر شريكك وتجبره تحت أي ظرف على أن يغير ويعدل ويبرز قيادات جديدة فتتحمل مسؤولية ما يأتي منها تتحمل هذه المسؤولية ليش؟ لأنه بعض هذه القيادات نشأت على أسس ووجدت على أسس غير حقيقية وبتزوير بالانتخابات وأنت كنت ساكت تقول أن المشكلة ليست في صوبي وإنما في صوب الآخر فليكن ما يكون من صراع ونزاع بس هي بالنتيجة أنت الذي تجني ثمار هذا النزاع لأن الواقع العراقي وبناء الدولة لا يستقر ولا يستقيم وتجني المشاكل يوم بعد آخر لكن حتى مسألة التزوير أيضا كل الأطراف تكلمت بيها لم يتكلم وأقولها بصراحة حتى المكون الشيعي ما تحدث واتخذ الموقف التزوير ليس فقط في هذه الانتخابات التزوير في الانتخابات 2018 التي تحدثت عنها المجتمع الدولي وتحدثت عنها بالأدلة وحرقت فيها مراكز وجرى ما جرى ثم سكت لماذا؟ لأن بعض الأطراف استحصلت على أعداد ما كانت تتوقعها فلماذا ترهق أنفسها في الحديث وفي النزاع في أمر لا يعنيها فهذه واحدة من المشاكل تقولون لماذا يتنازع المكون السني لأنه يعتقد أن الشريك يريد منه أن يتقدم الركب على حساب أخيه على حساب ابن محافظته على حساب شريكه فكل فترة من الزمن يصير نزاع وسراع السراع الأقوى هو الذي يكون له حضور والذي يكون له وجود هذا ما يتعلق بالشريك طيب بسبب هذه الأسباب اللي ذكرتها حضرتك تكونت تحالفات للقوى السياسية ضد الحلبوسي والخنجر؟ لو أكو أسباب أخرى بالواقع؟ لا هو معلوم أنا ما أريد أستعرض واقع الكل يعرفه زيان أكو بالبداية نشأت قوتين انتخابيتين اللي هما تقدم وعزم وكل واحد منهم جاء بعدد معين يصلح أن يعتمد عليه حتى يكون شريك للآخر الجانب اللي تخلقوا للشيعي في حينها بعض منه ليس كله لأنه السيد مقتدى نحمنح آخر في فلسفة التعامل مع الشركاء جرى التعامل مع عزم لكن يقال أن هناك تدخلات دولية وأطراف معينة ضغطت باتجاه انزواء وانسحاب سيد خميسة الخنجر حتى يكون جزء من منظومة تقدم بعنوان السيادة أو رئيس لتشكيلة السيادة طبعا هناك اكتفاقات سابقة على أن الهدف الأساسي من وجود بعض التحالفات هو عدم استمرارية الحال على ما كان عليه وبالتالي عدد من النواب اختطوا لأنفسهم طريق آخر وتساندهم قيادات ليست نيابية ولكن لها وجود وحضور طيب حضرتك ذكرت تدخل دولي ودعم أنا قلت يقال طيب أنا هم راح أسألك السؤال أنه يقال أيضا أكد دعم أقليمي للسيد الحلبوسي شنو هذا الدعم؟ هو يسأل عنه هو غير معلوم لكن أنا في قناعتي الذي يعتقد أن الطرف الأقليمي ليست له علاقة بمجريات الواقع الحالي كلامك غير واقعي منذ أن نشأت العملية السياسية للأسف بعد 2003 إلى اليوم كثير من القرارات الستراتيجية التي تتخذ داخل الواقع العراقي إنما هي إذا مو بموافقة بعلم كثير من الأطراف الدولية ولها تأثير في بقاء قيادات وفي اختيار شخصيات سواء من المكون الشيعي على مستوى رئاسة الوزراء وحتى على المستوى الكردي في رئاسة الجمهورية والسني على مستوى رئاسة البرلمان تبقى أزمات تمر وتعصف بكل واحد من هؤلاء بين فترة وأخرى للأسف أصبح شعور على أنه حتى يحافظ على وجوده يحاول أن يطرق باب ويستحسن رضا هذه الأطراف الدولية حتى تبقيه على ما هو عليه وعند ذاك يشعر أنه استمكن على الآخرين من حوله طيب يمكن معلومة جديدة أردى أخذها من حضرتك هل فعلا الإرادات الدولية دخلت بمنعك أو أنه قال أو هذا اليقال أنه ما يحصل الدكتور سليم جبوري ما يدخل وما يأخذ منصب صح هذا الشيء؟ أنا ما أقول هذا الكلام أساد اليقال ما سمعت من طرف دولي ما لكن واقع الحال أنا المؤمن بي أن النتائج التي جرت يعني وأنا ما أتحدث عن الماضي المهم إحنا ولدي اليوم نعم لكن ما حصل فيما سبق نعم تم إبعاد شخصيات عديدة وليست فقط متعلقة من هذي الشخصيات؟ سيد سام النجيفي كنموذج لم يكن له حضور أبعد حتى خالد العبيدي في البداية في بغداد بشكل واضح أنا في ديالة أبعد كثير من شخصيات الأنبار أبعدت إما باتهامات قبل الانتخابات وإما أثناء الانتخابات وحتى فيما بعدها حتى كان أكو عملية اصطفاء لناشطين ولشخصيات والإيجاد فلسفة جديدة نيابية غير الحالة السابقة وللأسف برزت بشكل كبير بالواقع السني أكثر طيب وبالنسبة أن نتعاملنا بهمة نقول بواقعية لأن كل ما لدينا أن نقول أنه يعني خلاص يعني لعبة بها يعني أخطاء وكما يقال إذا شئت أن تلعبها فلازم تسلم قوانينها وللأسف كثير من إجراءاتها فاسدة شون يتم تصحيح هذه الإجراءات؟ إرادة جمعية إرادة جمعية أولا تتعبر عن إرادة الناس وقناعتهم هو الناس لما انطلعوا فعلا مؤمنين بالعملية السياسية والانتخابات جميعا لأن النسبة التي طلعت لا تمثل جميع من خرج وين العلا؟ العلا في أنهم لحد اللحظة غير مقتنعين بقدرة النخبة السياسية على إدارة المشهد والبعض يتعاطي سياسة مو سياسي ليش هو كل نائب سياسي مثلا بل بالعكس ماكو مجالس محافظات الآن النائب صار أشبه بمعاقب دعاوة ومعاقب معاملات جزيلا وهذه قد تكون خدمة نبيلة يقدمها بس مو هي الوظيفة الأساسية أكيد ووظيفتها تشريعي اللي صار خلال الفترة اللي مضت لاحظي وأنا أقولها على سبيل الناقد هو شنو مهمة البرلمان أصلا تشريع ثلاث مهام ورقابة تشريع ورقابة وموازنة بل الموازنة تكاد تكون ثلث عمل البرلمان نعم أجي أشوفك أنت مترفع كقيادي وكسياسي وأجد نفسي أني لا أجد الخدمات وفوق ذلك يتأخر الراتب ومشاكل من هذا القبيل إذن قناعة الناس تقولين من أين نبدأ بقناعة حقيقية المفروض نولدها عدة الناس بالإيمان بنا وبستراتيجيتنا طيب حسب رأيك الدكتور اليوم القوة اللي حاليا تحالفت ضد سيد الحلبوسي راح تنجح بإزاحته من المنصب الحالي أو حتى من العملية السياسية أو تقليل هو أنا الحقيقة أشارك في بعض اللقاءات اللي تحصل ليست لهذا الهدف وإنما في مجمل الواقع السياسي وأكون صريح أكثر تناقش الواقع السني ويمكن آخرها يوم أمس هذا من ضمن الواقع السني أي ويوم أمس بالضبط جمع قيادات سيد محمود مشهداني سيد صالح المطلق سيد إسام النجيفي سيد خالد العبيدي وسيد جمال الضاري وآخرين من هذه القيادات اللي لهم قيمة واعتبار وسيد حاكم الحسني وهكذا مهم لما نجي نستعرض هل نحن راضون على ما يحصل من طبعا لا وين المشكلة؟ المشكلة اسمحي أقول أن بعض حقوقك كمكون تغبا أو توهب توهب من يهبها؟ من هو صانع القرار؟ لماذا؟ حتى يبقي وجوده وإمكانياته لا يعترض الشريك إذا طالبت بها لأن هذا جزء من اتفاقك وياه سواء في البرنامج الحكومي في تشريعات أو مناصب أو شراكة أو أشياء معينة ولكنك لا تتحدث بها لأن من يتصدر يكون أضعف في أن يطالب بها لأن ما يشغل قضية أخرى اسمها أن يرضى الشريك عني في بقائي مو في أن أخذ حقي أو حق الآخرين يعني تريد توازن مو إقصاء؟ واضح كلامي أن هذه القيادات تريد بقائها بالضبط على حساب مصالح وعناوين وحقوق الأطراف الأخرى أو المكون بالضبط أنا دا أقول أن الشركاء يردون موازنة بين هذه الجميع هو مو إقصاءهم حتى يبقى واحد لا لا أبدا هم يريدون وأنا أول من قال في بداية الأمر لو أن من تصدر المشهد يسير على خطة معتبرة وفيها نوع من المو فقط الاحترام وإنما المطالبة بالحقوق الأساسية كلنا مستعدين أن نقف خلفه وأن نسنده وأن نساهم في إنجاحه نحن ما عدنا استعداد نستنزف طاقاتنا وإمكانياتنا حتى نخلق شخصية والله شنو حتى يعنون زعيم أو غير ذلك هذه مشكلة أقولها الآن وأقولها في المستقبل وأقولتها فيما سبق بالنتيجة نحن منظومة كل واحد يكمل الآخر كل واحد عنده أشياء يقدر يصحح بها المسار وما فاقدها ويقدر يعني امتداد العشائري امتداد الاجتماعي وجوده يقدر يستخدمه تاريخ السياسي يستخدمه في هذا الجانب أما يصير تجاهل لكل هؤلاء وأنت مهمتك فقط تتفرج وتنظر لا والله مو من طبعنا هذا الأمر ومساحة العمل السياسي كبيرة ونمضي بها طيب ورح أرجع لسؤالي هذه التحالفات رح تقدر أزيح السيد الحلبوسي من منصبه آم إحنا ما خلينا الهدف هو قضية إزاحة يعني مو هي القضية مرتبطة بأنه النقطة الجوهرية والهدف الأكبر شن قيمت أن أزيحها ويأتي من هو شبيهة في طريقته وسلوكه وعمله هو أصلا الغاية الأساسية هو أن نصحح هذا الجانب وأن نوصل رسائل أن الطريقة التي يسير عليها البعض ليست صحية خاطئة مو ونبذل جهدنا في هذا الجانب طبعا كما يقال آخر الدواء الكي آخر الدواء الكي ويمكن أن يلجأ إلى وسائل وأساليب وطرق وعلاقات وتواصل تحقق هذا الأمر بس أن تقولي أن الجلسات غايتها هذه عندنا تجربة حصلت في 2019 حينما اجتمعت كل القوى تقريبا السنية في تواقع لغرض الوصول إلى هذه الغاية واستحصلوا على وعود من الأطراف الشيعية إذا أوجدتم الأغلبية إحنا رح نقف معاكم في سبيل تحقيق ما تريدون لأن هذا خياركم وضمن مو لما نوصل الأمر إلى الجد في اللحظات الأخيرة برزت بعض القيادات الشيعية التي تنصل عن هذا الوعد وبالتالي ولدت وطبعا بعض القيادات السنية أيضا سحبت فانهار وبالتالي ولد إحباط فماذا تريدون تكررون التجربة بالضبط التجربة من تخليها الغاية إزاحة فلان مو صح الغاية أصحح مسار مو وأقوم أداء وأحقق شيء معين إذا تم هذا الأمر هو أو غيره يستمر ماكو مشكلة لكن إذا لم ينجح يمكن أن يتم المضي إلى شيء آخر طيب تصرفات السيد الحلووسي الأخيرة وتصريحاته بتجاوز أطراف عديدة مؤثرة بالساحة السنية مين يجيب هذه الثقة؟ يعني هو لا شك عنوانه الواقع السني دائما يميل إلى الرمزية وهذا الأمر ليس قضية آنية صارت هو الواقع هكذا يتحدث عن أن الشخصية صانعة القرار رقم واحد هو من له عنوان أكبر من آخر فالرمزية مهمة نعم المكنة القدرة أيضا العدد الانتخابي الذي استحصله هذا أمر مهم لا يمكن تجاهله محابات أطراف شيعية إلى وتقربهم منه أحيانا هذا أيضا ينطي هذه القوة وأيضا أطراف سنية متحابي أكيد أنا قلت عدد هو إذا موجودين طبعا يعني هذا الجانب يأثر نعم طيب برأيك احتمال توصل حدة الخلاف للصراع المسلح لا 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 أولا ما لا نتمنى ولا نريد أن نتحدث عنه حتى لا يقال شيء بالعكس هو بعض المحافظات خصوصا اللي تجاوزت مشاكل الإرهاب وداعش وأمور من هذا القبيل زيان الآن يعني تريد أن تنعم بالاستقرار نعم ولكن يبقى أكو شيء مهم اللي هو الوضع الاقتصادي نعم اللي لا ينافس الناس على على رزقهم مه للأسف أنظر فيما يحصل في الأنبار كنموذج نعم أن هناك حالة من الإرباك المجتمعي اللي صار خصوصا بعد النزاعات والصراعات السياسية الموجودة وكذلك العشائرية نعم لما نجي نبحث عن سببها يعني وحدة من هذه الأسباب أنه عدم الاكتراث لشخصيات مهمة وأعمدة تمثل المحافظة طبعا هم قادرون بحكمتهم على أن يتجاوزون الأمور بدون اللجوء إلى حالة من الأرباح أكيد هذا إحنا ما نتمنى لكن هل ممكن يوصل لهذا الحدل أو لا؟ لا 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 أستطيع أن أقول أن هذا وحدة من الخيارات اللي يضمر بها يعني مستبعد إلا إذا أراد طرف ثالث أن يدخل ويستغل هذا الخلاف وتستخدم فيها والتعلمين الفتنة نائمة لعن الله من أي قضاها يعني حاليا حضرتك ما تعتقد أنه الطرف الثالث حاضر ويديت تجاه هذا الاتجاه؟ موجود نعم نعم وينتظر الشق الصف وهناك من داخل الصف منهم أيضا يبيتون نوايا موجودة وهناك من يتعامل بمو خلأ أسميه مو بتهور وإنما يتعامل بعدم اكتراث لأنه مصالحة على حساب مصالح المجموع ويحقق غاياته وأشياء وكذا طبعا استشراء الفساد دخول أطراف غير كفوئة إخراج ناس أهل للمسؤولية بدون مبرر كل ذلك يولد هذا الجانب طيب دكتور سليم إحنا مكملين بحديثنا لكن بعدما نروح فاصل عزار المشاهدين وبعدها نواصل رجعنا معكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل دكتور سليم الجبوري حاليا وين متواجد؟ أي محور مع تقدم عزم مع التحالف الأنبار الموحد لو أكو مشروع جديد بزعامات قديمة لا لا هو إحنا قريبين ضمن أجواء عزم بشكل واضح ولكن لا يعني اللي ليس هناك من تواصل وعلاقات مجتمعية وعلاقات سياسية يعني والرغبة في الفترة القادمة بطبيعة الحال لأن يتمخض نوع يعني هذا التواصل لأن يتمخض نوع من المشروع المشترك نعم قد مو يكون بعد انتخابي قد يكون بعد أوسع وأكبر من ذلك وهو الخيارات هذه المتاحة لأن العمل السياسي مو فقط انتخابات يعني الآن تم تقزيمه وصار يعني بهذا الجانب لكن احنا ما عرفنا أن العمل السياسي فقط في هذه الجزئية بس حتى المعارضة أحيانا اللي يكون خارج إطار الجو الموجود وعنده رأي وعنده كلمة وعنده تجميع وتجيش نعم هو أيضا يمارس دور سياسي وقد يكون ناضج وكثير من القوى السياسية انزوت وانسحبت حتى عن مراكز نفوذها ولا يعني أنها خرجت من القضية السياسية التيار الصدري نموذج بهذا الجانب طيب بالفترات الماضية تردد اسم حضرتك كرئيس للوقف السني لكن هذا كان إعلاميا حضرتك ما حصلت هذا المنصب برغم تاريخك السياسي برغم حضرتك كنت رئيس مجلس النواب وأيضا من صلب الحزب الإسلامي شنو الأسباب أسباب ماذا؟ أسباب أنه حضرتك ما كنت رئيس لا لا علاقة هو يعني أولا منظومة الوقف السني عموما كان يؤشر عليها وإلى حد ما لا زال شيء من الإرباك في الإدارة والفساد وأعطت فدء انطباع غير محمود يعني على واقعها الموجود حتى صارت نهب لكل من يريد خلال فترة اللي مضت بطبيعة الحال لمن يصير نقاش وحوار مرات يعني تبرز أسماء وغير ذلك ومن لديه القدرة على أن يدخل هذا الجانب قد يجد في نفسه هذه الإمكانية لكن الآن تم اختيار شخصية وأعتقد شخصية جيدة هي من هو الشخص؟ الشخص مشعان الخزرجي شخصية كفوئة إدارية وعنده مكنة وابن المؤسسة طبيعة الحال ونقف بجانبه وندعمه في سبيل أن ينجح لأنه كما قلت هذه المؤسسة مهمة وحساسة وخطيرة ومرتبطة بتاريخ ومرتبطة بواقع ناس فإحنا السيد مش عان حصلها من باب الكفاءة لو من باب جهة سياسية لا هو بترشيح من المجمع وأخذ رأيه أطراف سياسية طبيعة الحال موافقة رئيس الوزراء وهذا ما ينص علي القانون تم الأمر هكذا لكن وإن شاء الله ما نشوف إذا وجدنا أخطاء موجودة في هذه المؤسسة وظاهرة طبعا هم نقف مصححين ومساندين في سبيل تجاوز الأخطاء اللي موجودة يعني القصد الحال اللي عليه الوقف الآن ما يسعنا إلا أن نساند من تبوأ المكان حتى ينجح في عمله وفي دوره خما غايتنا كل شخص يصير نجي نكسره حتى لا يكون الحمد لله الواقع السياسي الموجود الاجتماعي كذلك الاعتباري موجود يعني هي القضية مو مرتبطة إلا تكون جزء من منظومة حتى تتولى إدارتها لكن إذا تجي جنابيش أو الأخوة يعني أي واحد يقول لك أنت شنو دورك دور يعني أسند من يؤدي دوره بشكل جيد وأقف بجانبه وهذا جزء من عملي جزء من دوري ومهمتي طيب سيد مشعن راح يكون قادر على حل كل هذه المشاكل بداخل الوقف لو نشوف إقالته بعد فترة ما أدري يعني هي يعني تقييمك لعمله أنا تقييمي إلا كشخص بحكم إدارته السابقة كشخص وكمشاكل موجودة داخل الوقف مشاكل عويصة مشاكل هواية إي راح يقدر يحلها؟ اللعينة اللعينة طبعا هو كشخص أكو ثقة بي يعني هو يقال عليه ما يقال على أي شخص آخر يكون بمكانه مو أي أن كان أي أن كان شخص هم نجي نقول له يا بأكو مشاكل بس ما متوقع أن تحل كل المشاكل بلمحة بصر تحتاج زمن وتحتاج إلى قدرة في يعني في حسن الإدارة هم تطوى ثلاثة شر؟ أنا الأمر ما مرتبطي لا هو أهم يعني حتى تقيمون تطوى ثلاثة شر لأنها عندنا الثلاثة شر والمئة يوم صار السنة هو رئيس أعتقد رئيس الوزراء عنده أدوات في المراقبة والمتابعة باعتبار الوقف مرتبط برئاسة الوزراء مصحيح؟ وهو مرات المسؤول يلزم نفسه يعني من يجي سيد رئيس الوزراء أو أي شخص يقول لك حاسبوني وراء مئة يوم على سبيل المتابعة ديني ما معنى مئة يوم؟ هذا دائماً ممكن خلال شهر يبين الموضوع لا شهر شهرين المئة يوم ليست مدة طويلة وليست قصيرة ثم يعني هي حسابها سهل يعني بالتنازل تقدر توصل تقيم الشخص المسؤول طبعاً طيب فأني أتمنى لطبعاً النجاح وأمر رئيس الوزراء هو اللي أحياناً يتابع ويراقب المفروض يعني وأدواته موجودة طيب نجي الموضوع صار قبل كم يوم ويا حضرتك بسيطرة الصقور تنت رايح للأنبار زور أحد شيوخ العشائر الأنبارية ويقولون أنه تم منعك من دخول الأنبار هذا الشي صحيح؟ ممنع يعني حتى أكون دقيق هي نحن معتادين نروح لكل المكانات نعم وغير ذلك أكو سياق يصير بالسيطرة اسمه أخذ معلومات وهذا حالة طبيعية حالة طبيعية لما لا تستغرق فترة من الزمن طيب خمس عشر دقائق ممكن جدا يعني شخص حضرتك أنت الموكب معرف يعني بعدين فهمت أنه بالسياقات الموكب نحن نمشي ببرقية بالمناسبة نعم يعني ومن يجي موكب وهم يريدون معلومات عنه وكذا طبيعي هو المشكلة أنه صارت أن الخمس عشر دقائق يعني صارت قريب الساعة يعني صارت فترة من الزمن طويلة وبالمناسبة أنا ما يعني مثل ما يقول اكترثت كثيرا للموضوع لأن الأنبار بيها ما بيها من قضايا تجي تحملهم أمر آخر ومشكلة أخرى وغير ذلك نعم وأشعر أن المسألة بالإمكان يعني مثل ما يقول تجاوزها بس هي شعر الشخص المضيف أن هذا يعني كأنه انتقاس من واقعة هو وهو يمثل قيمة اجتماعية كبيرة في المحافظة وبالتالي استفز من هذا الجانب بالمناسبة ما صار حديث بينه وبينه في الموضوع وبالزيارة تمت ورجعنا وانتهى الموضوع لكن أخذ موقف لا انتهى الموضوع هو الأمر ما عند علم باللي صار لأن مثل ما قلت احنا نمشي بسياقات مرات عسكرية ما مرتبطة بيك كشخص نعم يعني الحمايات والسيطرات وهذه قضايا مو بكل شي واحد يتدخل يعني مو لكن طبعا بعدين تداعيات صارت أتمنى فعلا يتمتلا فيها شون اللي صار بعدها بعد ما عرف الشخص أنه طبعا صار يعني يعني أكبر من قضية العتب وإنما صار المن العتب أنتو تعرفون هذا الأمر وأعلن بشكل واضح سواء في تغريدة أو في تسجيل دكتور حضرتك صريح جدا فإحنا نريد نعرف مو صريح هاني أحيانا ما هو معلوم لا يحتاج إلى إطاح لا مو إحنا هسا لأن طرحنا هذا الموضوع وحضرتك صار لك فترة ما طالع بأي لقاء نعم كوننا واضحة من كل الجوانب هاني أردأ أقول وجهة نظري أهل الأنبار يعني ناس أعزاء كرام نعم بعشائرهم بشخصياتهم طيب وبالذات يعني كرام الشيخص اللي وجه لنا الدعوة مقام عالي وكبير نعم وأنا ما كان في تصوري أن هناك مشكلة ممكن تتولد من ونكون إحنا أحد أطرافها ورغبتنا فعلا أن يتم تسوية المشاكل الموجودة لكن خلأ أكون دقيق وجودنا وهذه الجزئية هي يمكن كشفة ما هو موجود مو أنشأته يعني هو في الأصل نوع من التوتر اللي هو موجود أصلا بممارسات بالسلوكيات تعزز بحالة التأخير اللي صارت وما نظر إليه كشخص فلان نظر إليه كضيف فهو يعني من حرصهم على إكرام ضيفهم يقول لك أنت ليش يعني نحن نأخره ولا نكون سبب في مضايقته هذا الحماس الزائد خلى الشخص الكريم المضيف يتحدث بعبارات وألفاظ معينة الآخر حسبها نوع من التجريح والبيئة العشائرية بيها أشياء معينة اللي يجعوا للقضاء اللي يجعوا إلى أمر أخرى المهم دوري يعني واصلين لهذه المراحل من التصعي هذا الأمر وارد نعم لكن دوري ودور غيري احنا نريد يعني نحل المشكلة ونقف بجانب الأنبار وأمنها واستقرارها وشعورنا أن المسؤولين يجب أن يكونوا مستوعبين لكل التداعيات اللي يمكن أن تصير للأسف لحد الآن ما انتهت المشكلة لكن إن شاء الله احنا مستعدين لأن نكون عامل مساعد ومساهم في هذا الأمر يمكن الطرف الآخر تحسس لأن كل بالأي يم الانتخابات والجمهور يقول هو دائرة الانتخابية بديار لتجابها على الأنبار لا لا أنا ما رايح انتخابات لا لا قصد الطرف الآخر لا لا أبدا بعدين أنا ثاني يوم طلعت الحويجة ورحنا لصلاح الدين وطلعنا إلى هذا بلدنا نروح لأي مكان يعني ما أحد يجي يقول ليه جاي بس ورعا الأنبار يختلف دكتور يعني أي شخص هي عارض ولا ينبغي أن يختلف الأنبار هم عشائر وغدا سأزور آخرين وأناس كثر أصدقاء وأهل حتى لو ممارسة انتخابية ما الضير ما كل الدنيا تدخل انتخابات وتروح وتيجي وكذا وحتى من يعتقد أنه يستغل عنوانه ومنصبه الأمني أو غير ذلك في سبيل إيصار رسائل سياسية مخطئ مخطئ لأنه ليس هذه مهمتك ولا هذا دورك وأنا بالمناسبة تحدثت مع وزير الداخلية في هذا الأمر يعني السيطرات هي للحفاظ على الأمن والاستقرار مو للتنكيل ولا للمنع أو التأخير طيب ذكرت حضرتك أكو مشاكل كثيرة بالأنبار هسا دا نسمع بالفترة الأخيرة خصوصا أي شخص يعارض النفوذ السياسي راح يلاقي حتى لربما اعتقال أو كثير من المشاكل شنو دا يصير بالأنبار لا هو تحالف أنتو لو ملتقين بشخص من تحالف الأنبار قد تكون عنده رؤية أوضح مني في الحديث عنه سبسورة عامة رأي حضرتك بخصوص هذا الموضوع رأيي أنه أسمع من أطراف عديدة أن هناك مشاكل مرتبطة بحرية الرأي بالتكميم الأفواه بذلك تتعالج بأي طريقة من الطرق يعني هم أهل الأنبار أدرا وأولى بالحديث عنها طيب دكتور بصورة عامة رؤيتك للخارطة الكتلة السياسية راح تتفكك أكثر بالأخص السنية راح تتفكك لو ممكن تنجمع لو يعاد تركيبها طبعا لن تستمر ليش لأن أنا قلت أن القوام العملية السياسية قائم على أساس التمثيل النيابي وهذا مو صح يعني ماكو شي اسمه أحزاب وعدها فكرة وهذا الفكرة تستقطب بيها جمهور طيب اللي داي يصير شنو كتلة نيابية فازت تيجي تنازع حتى تحصل مكاسب تبدي تتواصل ويا الجمهور لغراض انتخابية معينة تيجي بيها من عطفات تشتت أمرها يجي كأنه كأننا فرق رياضية نائب يأتي من هذه الكتلة ونسمع أنه انتقل إلى كتلة ثانية لمن تبحث عن السبب بعضها مادي وبعضها شخصي مقايم على أساس اختلاف في التوجه فآن في تصوري أن الكتلة السنية يعاد عملية إنتاجها قد تقترب الانتخابات وقانون الانتخابات قد يلعب دور أيضا في هذا الأمر أكو توجه للتغيير قانون الانتخابات حضرتك مع تغيير القانون لا هو 100% راح يتغير هذا ما تمضي به الكتلة السياسية أجمع سانتليغو المعدل 1.9 أو 7 هذا قطعا خيار راح يكون يبقى مجالس المحافظات ومجالس النواب تحالفات تختلف طبعا فالحقيقة الآن تشهد عملية يعني رمال متحركة التشكيلات السياسية غير واضحة حتى أعداد النواب اللي هنا والهناي وجوز تسمعون قريبا شخصيات مهمة نيابية موجودة في طرف راح تنتقل إلى طرف آخر على وطار هذا المعلومة أنه سمعنا أكو انشقاق بالجهة الشيعية خلينا نسميها أو الصفوف الشيعية مثلا دولة القانون سمعنا أكو انتقال عدد من النواب والتحاقهم ببعض الأطراف الأخرى داخل الإطار هل هذه المعلومة صحيحة؟ ما أستبعدها ما أقدر أكدها طبعا بس ما أستبعدها لأن المنظومة السياسية تقود إلى هذه الحالة والجانب الشيعي يعاني أيضا من مشاكل أتمنى أن ما تنعكس على رئيس الوزراء وعلى دوره لأنه إذا وجد أن الإطار غير قادر على حمايته سيفكر بخياراته أخرى مثل؟ البحث عن حلفاء آخرين خارج الإطار هذا الشيء يصب مصلحتكم لو ما يصب؟ لا أنا أتمنى الاستقرار أتمنى بقاءه ودعمه وإسناده حتى يأدي دوره نعم لأنه إذا فكر بغير ذلك قطعا أكو استحقاقات وعملية إضعاف للحالة الموجودة طيب بخصوص الجانب الشيعي يعني يوم غد الجمعة دعت تيار الصدري للصلاة الموحدة ليش حاليا يعني صار هذا الدعوة لهذا الصلاة؟ أكو أسباب تحديدا بهذا الوقت؟ تيار الصدري تيار ما يركز فقط على الحالة النيابية وإنما على الجمهور وعنده جمهور ثابت معلوم وعنده رسائلة وبعض رسائلة كما تصدر من سيد مقتدى يعني بيها بعد أيدولوجي أو أقائدي أو غير ذلك فأني أعتبر يعني هي ممارسة يعني إذا كان منتهية لمرحلة قادمة قطعا سيكون للتيار حضور شعبي وجماهيري وسيستفد من الأخطاء التي ترتكب لأنه واقع الحالي يقول لك أنت يا إطار يا إدارة الدولة كنت تشكو من تدخلات أجنبية كنت تقول أن هناك مشروع أقليمي أو عربي كنت تقول أن هناك من يريد أن يعرق المسار مو نعم وكنت تنتقد الدولار والصعودة وتنتقد خدمات المو بل أوسد الأمر إليك بقضة وقضيظة كما يقول بكل تفاصيلة يعني هسا دكتور حضرتك جاي تقول أنه التيار الصدري خطوطة كانت صحيحة بالانسحاب حتى يراقب الوضع لا أنا ما دا أقيم هذا لا هسا أريد رأيك لا لا رأيي هو خيار سياسي نعم صح أو خطأ بس بالنتيجة يعني تجربة مهمة تجربة مهمة أنا خلأ أسحب حالي ويراقب وأترك المو ومن ظن أنني سبب للمشكلة فينوء بحملها وينتهي أمر أما أن الآخر والجمهور واعي نعم ويدرك ويقيم مو صحيح نعم وحتى الحجج تنتهي إذا ما في الدفاع فبالتالي هذا خيار وهذا خيار دكتور حضرتك ذكرت الدولار وارتفاع سعره أكيد رح نتحدث به بهذا المحور لكن بعد ما نروح فاصل خليكم ويا أنا مشاهديني رجعنا أياكم بعد أو ذكرنا الدولار يعني شنو قصة الدولار منه اللاعب الأكبر بالعملة داخل العراق وشنو الحل اللي برأيك المفروض هسا ينطرح لا هو إحنا سمعنا تفسيرات عديدة تتعلق بالمنافذ والمصارف الموكل إلها أمر نعم أمر التحويل وتم تقليصها وقطع النظرية العرض والطلب أثرت بشكل واضح في الحاجة خصوصا وأن عملية الاستيراد والتبادل التجاري مع الدول مستمرة نعم وبكميات كبيرة وهذه تحتاج إلى عملة صعبة لغرض التحويل عملية الضخ يعني ونسبتها كلها إلى تأثير واضح هاي الحديث عن أن هناك مؤامرة وأن القضية مرتبطة بإرهاق وأن الحكومة الحالية يعني مقصودة في سبيل أن لا تؤدي دورها بشكل واضح هيا خلنا نستبعدها يعني نستبعد تدخل أمريكا بخصوص هذا الموضوع أكو جانب ما ينكر العلاقة بطبيعة التعاطي التعامل التجاري العراقي الإيراني نعم وعدم رضا الخزانة الدولية على هذا العمل أيضا هناك عملية غسيل أموال واضحة ومكشوفة أصبحت نعم قبل كانوا يتحدثون عنها الآن تم عالجتها نعم العراق مطلوب منه ليس الآن وأنه قديما عملية إصلاح اقتصادي نحن في زيارتنا إلى أمريكا في حينها رحنا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكان أكو جملة اشتراطات يقول لك حتى أنا أساعدك وأقف بجانبك وأسهل إجراءات القروض وحتى عملية نقل الأموال نعم وغير ذلك أنت لازم تسوي إصلاحات اقتصادية الفساد الضيقة غسيل أموال تنهي البطالة المقنعة وحتى صرف غير المبرر وأنا ما عرف يسمح لي يجوز أتحدث عكس التيار مو التيار نعم واضح لما أقول كيف للدولة وهي في هذه الأزمات تفتح الباب على مصرعي في عمليات استخطاب العقود وإرهاق خزينة الدولة بإمكانياتها بلد عنده ميزانية 140 مليار والآن خط الفقر أعلن من وزارة التخطيط 25% وفي ثلاث محافظات جنوبية 50% كيف أفهم هذه المسائل بمعنى الأصلاح الاقتصادي في المقام الأول والمجتمع الدولي يتابع يقول لك أنت عندك كميات من النفط في زيادة أسعار الدولار الضل تعتمد عليها لو تصلح واقعك لأنه إذا اليوم الأزمة الأوكرانية الروسية ساهمت في زيادة الأسعار وضغطت في زيادة الإنتاج ممكن تنتهي ويرجع كل شيء ويعود الأمر كيف تستطيع أن تحل مشاكلك الحقيقة إحنا ما عدنا ستراتيجية للأسف أضف إلى ذلك طبعاً ينتظرنا قانون النفط والغاز ضغط الإقليم نعم ومشاكل الإقليم الداخلية في استحصال الموارد الاتحادية من الحكومة طبعاً كل هذه أشياء متراكمة تأثر بشكل كبير يعني بصورة عامة نحن نرى إذا بقى هذا الوضع على ما هو عليه بزيادة سعر صرف الدولار وكثير من الرؤى يقول أنه سيسعد أكثر بالتزايد يومياً سيزيد كيف سنصل النتيجة أو كيف سيصبح على الأرض الواقع حسب رأيك يعني مو خبير اقتصادي لكن قطعاً بالواقع السياسي دار بالواقع السياسي لا نوع من الممتعاض وإنما تأزيم الموقف الشعبي وهذه النخبة السياسية المتصدرة التي لم تهتم إلا بالنزر اليسير بمصالح الناس وإنما كانت غير مكترثة وإنما تهتم بمصالحها ستصبح أرض للرجم الاجتماعي وبالتالي سيستفيد من يعتقد أن طريقة الإدارة هي ليست صحيحة وتهدد حتى النظام السياسي بشكل عام بالضبط أكو بعض التوجهات يقولون هذا هذا سنعرف هو إشاعة أو صح إقالة محافظ البنك المركزي هل هو حل للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار؟ هل هو إشاعة أو صحيح؟ ما عندي خبر يعني للأسف الآن تختلط الأخبار الدقيقة من غير الدقيقة هو كشخص قد تكون عنده إمكانية وخبرة وخبرة وهذه إذا تم اللجوء لذلك يجوز الغاية بس امتصاص النقمة لكن الحل الجذري مو بالشخص حل الجذري بالسياسة للمتبعة طيب يقال أنه هل فعلا السيد الحلبوسي يرفض عقد جلسة نيابية تناقش أسباب سعر صرف الدولار مع وجود توقيع تقريبا من 60 إلى 80 توقيع نائب لعقد هذه الجلسة شم سبب الرفض؟ أولا مستغرب أن البرلمان في هذه المسألة لماذا لا يناقش هذه القضية؟ يقولون أكو رفض ما إلى علاقة أكو نائب أول وأكو نائب ثاني وأكو كتل سياسية وأكو وسائل ضغط نيابية هذه حجة يعني تلجأ لها أطراف تبعد نفسها عن الحرج تمنى نفسها أن الدولار يعود إلى ما كان فتنتفي منهم هذه المواجهة وإلا ما الذي يمنع هو إلا حتى لو كانت هناك عطلة وانتهت العطلة حتى لو كانت عطلة هذه جلسة استثنائية وقضية قضايا الناسية بالمقام الأول والوضع الاقتصادي تقوم دول وسقط أنظمة الآن في أوروبا لمن يوقعون في مشكلة اقتصادية طبعا تحتاج إلى حلول جدرية وسريعة وعاجلة في هذا الجانب طيب يعني برأيك مو كان المفروض أصلا يناقش من البداية سعر صرف الدولار داخل المجلس مو هو أولا حتى بدون طلب من النواب في حال أنه كانت موجودة يناقش ممكن كوسيلة ضغط بس هو القرار النهائي ومقرار نيابي يعني القرار النهائي إنما هو دور رقابي ضاغط باتجاه تصحيح عمل يعني مؤسسة المصارف والبنوك وإرغام الحكومة على أن تتبع منهج جديد في تصحيح المسار أما العمل النيابي يتخذ قرارات اقتصادية ما رح يقدر بس على الأقل يناقش يناقش أسباب ممكن ممكن نعم وللأسف حصلت لك طيب الموازنة يعني برأيك الموازنة شو وقت ممكن تقر وإحنا ستقلل رقائم يعني أسأل النواب أسأليهم اللي هما فوتوا علينا سنتين ماكوا موازنة والآن دخلنا وأحكيها بصراحة وبلا تشاؤم يعني إحنا بالواحد إذا أقرت إذا أقرت أو إذا قدمت للبرلمان بالثاني ستقر بالثالث ستحتاج إلى يعني نوع من طبعا هذه أتحدث بالثلاثة الطبيعية لأن أكو أزمات لحد الآن ناوين يطرحوها كما قلت في العلاقة مع الأقليم وغيرها بمعنى أن يعني الخامس ممكن يا الله طيب بشلون راح يتصرفون ببقايا الأقصد بالخامس بعد إعلانها والإعاز إلى المحافظات والوزارات يعني يعني نص السنة نص السنة هاي طبعا النص السنة نعم يعني هنا راح تكون مشكلة موحل مدأحشي نص السنة هنا هش راح يساون هاي ستة شهر اللي أذكر وبالإمكان مراجعة هذا الجانب في الدورة اللي إحنا كنا فيها في وحدة الدورات في الشهر 12 أقرت الموازنة نعم قبل بداية شهر الواحد ورغم داعش ومشاكلها أربع سنوات ما تعطلت سنة واحدة بل وجدنا 2014 قبل نمام وقرة أيضا أقررناها القصد هو هاي وظيفة البرلمان والإعلام اللي المفروض في قناعتي أن يسلط الضوء إلى درجة إحراج إحراج صانع القرار في أن هذه القضية رقم واحد مو؟ لا أريد التصريحات والاتهامات وغير ذلك بس هذه هي مصالح الناس طيب يعني رح تعتمد حكومة السوداني الموازنة اللي أقرت بالحكومة السابقة الآن سياق طبعا هاي المعتاد يعني واحد على 12 بس بالمناسبة واحد على 12 يعني هي تشغيلية مو استثمارية يعني أكتعطيل في المشاريع الاستثمارية ثم بعض المشاريع الاستثمارية اللي ما يعني أكو فترة ما ما صار راح تتعرض للإندثار يعني وأكثر من ذلك أنا قبل يومين في حديث مع محافظ ديالة مثلا في إحدى المشاريع المهمة يقول لك أنا حتى لو أعطيت مبالغ الآن الأسعار اختلفت لأنني بديت قبل سنة أو سنتين ويحتاج إلى إعادة يعني شنو هذا التلك اللي موجود نعم طيب بصورة عامة احنا هسا إذا أريد نحكي عن الموازنة كتمرير الموازنة حاليا راح نستبعدها هاي اللي ثلاثة شر هو البرلمان ما قعد ولا قيل أن الموازنة وصلت ولا ناقشة اللجنة المالية أو القانونية ولا استضافة المسؤولين طبعا نستبعدها طيب العلاقات بين الإقليم والمركز يعني نشوف حاليا عدم استلام وتسليم بسلاسة وأكو أختلاف هذا راح يتأخر تخبئ مشاكل بالضبط المشاكل راح تتأخر الموازنة أكثر 100% خصوصا وأنهم سيجعلون السيد رئيس الوزراء مختبار اللي هو دائما بالموازنة تعرض حصص الأقليم ونسبة الأقليم ويأتي من يتجاوز ذلك أو لا يتجاوز ذلك فمعيارهم في التعامل مع رئيس الوزراء هاي الجزئية يعني خصوصا سيد البرازاني وجه دعوة استباقية حتى تنفيذ الاتفاقيات اللي من خلالها شكلت الحكومة وأبرز ما في الاتفاقيات حصة الأقليم في الموازنة وقانون النفط والغاز طيب الحكومة الحالية تعرضت لكثير من الانتقاد بسبب بسبب مثلا تسليم مبالغ للأقليم 400 مليار راح تشوف أنه الحكومة راح تكون قادرة على تنفيذ الاتفاقية بينه وبين الأقليم ما يعني هو احنا راح نسمع تصريحات متشنجة بهذا الجانب لكن يعني أأمل أأمل طبعا أن تكون بسلاسة بس ما أتوقع ذلك طيب شكرا جزيلا دكتور سليم الجبوري وشكرا على هذه المعلومات ورأيك شكرا عزا المشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا في أمان الله